الحضارة المفقودة دلمون الواحج الجامش تكشف أسطورة حضارة دلمون أعظم حضارات التاريخ القديم الحضارات الأولى على الأرض والتي دمرها طفان نوح العظيم الجزء الثاني ذكرنا في الجزء الأول من حضارة دلمون المفقودة أن الأساطير القديمة أكدت وجود حضارة متطورة للغاية كانت موجودة في شمال الخليج العربي وأنها كانت جنة الله على الأرض وذكرنا الأدلة والبراهين والمكتشفات الأثرية التي أكدت وجود تلك الحضارة المفقودة سنذكر لكم الآن أهم المكتشفات الأثرية التي حكت بالتفصيل الحياة في حضارة دلمون القديمة الواح ملحمة جلجامش الناجي من الطوفان يحيى في أرض الخلود هذه النظرة إلى دلمون باعتبارها الجنة أو الفردوس الأرضية جعلت سكان بلاد الرافدين القدماء يعدونها أيضا أرض الخلود ولذا كان من الطبيعي أن تجعلها الآلهة المكان الذي يقيم فيه الرجل الذي نجى من الطوفان بعد أن منحته الآلهة حق الخلود ولدينا نصان لأسطورة الطوفان أحدهما سومري وهو الأقدم بالطبع والثاني بابلي آشوري مأخوذ عنه مع تغيير أسماء الأبطال والآلهة والمعروف أن الحضارة البابلية الآشورية ورثت الكثير من ثقافة السومريين في اللغة والكتابة والأساطير والأدب والدين وهكذا وفي أسطورة الطوفان السومرية نقرأ تجمعت كل العواصف البالغة القوة وهاجمت كعاصفة واحدة وفي وقت واحد غطى الفيضان مراكز العبادات ولمدة سبعة أيام وسبع ليال ظل الطوفان يجتاح كل الأرض وأخذ القارب الكبير تتقاذفه العواصف فوق الأمواج العظيمة وإنبلج أوتو إله الشمس وألقى ضوءه على السماء والأرض وفتح زيوسودرا نافذة القارب العظيم ونثر البطل أوتو أشعته داخل السفينة الكبيرة وتقدم زيوسودرا الملكة وركع أمام أوتو وذبح ثورا وغنما وبعد انقطاع في اللوح المسماري الذي يحوي الأسطورة يمضي النص فيصف مصير زيوسودرا قائلا تقدم زيوسودرا الملكة فركع أمام آنو وأنليل وبارك آنو وأنليل زيوسودرا وأعطيه حياة تشبه حياة الآلهة ووهبه أنفاسا خالدة كأنفاس إله وعندئذ زيوسودرا الملك الذي حفظ أسماء النباتات وبذرة البشرية جعلته الآلهة يعيش في أرض دلمون أرض العبوري المكان الذي تشرق منه الشمس ففي هذا النص السومري من أسطورة الطوفاني تذكر الأسطورة صراحة أرض دلمون كمكان يعيش فيه زيوسودرا ملك سيبار الناجي من الطوفاني إذ لما كان زيوسودرا قد منح حياة خالدة جزاء لأنه حفظ أسماء النباتات وبذرة البشرية لذا كان من الطبيعي أن يحيا في أرض الخلود لأن الفكرة المسبقة لدى السومريين عن دلمون أنها الجنة ولكن النص البابلية من أسطورة الطوفاني وهو الأحدث عهدا من النص السومري لا يذكر دلمون بالاسم كمكان يعيش فيه الناجي من الطوفاني وهو أوتنابيشتيم الذي يعادل زيوسودرا في الأسطورة السومرية ومن غير الواضح ما إذا كان عدم ذكر دلمون في هذا المقام يعود إلى انقطاع في النص إذ أن اللوحة غير واضح بالفعل في هذا المكان أو لأن البابليين لم يكونوا ينظرون إلى دلمون كأرض جنة وخلود كما كان يفعل أسلافهم السومريين خاصة أن هؤلاء أي السومريين كانوا ينفردون بأسطورة أنكاوان خورساك التي لا مقابل لها في الميثولوجيا البابلية ومع ذلك فإن النص البابلية أيضا يشير إشارات قوية إلى إمكان أن تكون دلمون هي المكان الذي التقى فيه جلجاميش مع أوتنابيشتيم الناجي من الطوفاني إذ في نهاية القصة عندما تعلن الآلهة رضاها عن أوتنابيشتيم وزوجته يباركهما كبير الآلهة أنليل ويمنحهما الخلود كآلهة ويجعلهما يعيشان هناك بعيدا عند فم الأنهار وإذا لاحظنا أن دلمون تقع على الامتداد البحري لفم نهري دجلة والفرات وغيرهما من أنهار الهضبة العلامية أم كاننا المطابقة بين مكاني إقامة بطل الطوفان في الأسطورتين ولما كان النص البابلي هو الأوفى من حيث تفصيلات القصة فلا بد من استعراضه بشيء من الإسهابي في مقام البحث عن مركز دلمون في الأساطير المسمارية ملحمة جلجاميش إن قصة الطوفان البابلية هي جزء من ملحمة جلجاميش الشهيرة وقد عثر على هذه الملحمة في 12 لوحا وجدت مطمورة في أطلال مكتبة آشور بانيبال في نينوا وفي عام 1872 حلت رموز أحد هذه الألواح وهو اللوح رقم 11 فوجد أنه يحتوي على قصة طوفان عظيم تعرضت له البشرية بأسرها ونجى منه فرد واحد وعائلته وما أخذه معه من نباتات وحيوانات وأدى هذا الاكتشاف إلى إثارة اهتمام بالغ في العالم وفي الدوائر الدينية والأكاديمية على وجه الخصوص نظرا للتشابه الكبير بين هذه الأسطورة وقصة الطوفان التي وردت في الكتب المقدسة ولحسن الحظ فإن اللوحة الحادي عشر من ملحمة جلجاميش كان أحسن ألواح الملحمة لاثنى عشر حفظاً مما أعطانا تفاصيل كثيرة عن قصة الطوفان كما حكاها أوتنا بيشتيم والطريق الذي سلكه جلجاميش كي يلتقي به وتصور الأسطورة جلجاميش ملك أريك على أنه حفيد أوتنا بيشتيم الناجي من الطوفان وبعد أن تقص الأسطورة حياة جلجاميش ومغامراته وتصور مدى انزعاجه لوفاة صديقه إنكيدو وإدراكه أن الموت لا محالة طائله هو أيضاً تحكي لنا القصة أن جلجاميش قرر الانطلاق للبحث عن جده أوتنا بيشتيم الرجل الوحيد الذي كافأته الآلهة بالخلود جزاء تقواه وإنقاذه بذرة البشرية من الطوفان وذلك على أمل أن يعرف منه سر الخلود وفي بداية رحلة البحث عن أوتنا بيشتيم يصل جلجاميش إلى سفح سلسلة جبلية هي جبال ماشو وكان يحرس مدخل هذه السلسلة من الجبال رجل عقرب وزوجته ويحذره الرجل العقرب بأن أي إنسان حي لم يستطع أن يجتاز هذه الجبال ويقاوم أخطارها ولكن أمام إصرار جلجاميش على مغامرته يسمح له الحارس بالمرور ويتبع جلجاميش في رحلته الطريقة الذي تسلكه الشمس وبعد أخطار مخيفة يصل إلى شاطئ بحر الموت وهناك يجد حارسا آخر في شكل امرأة صاحبة حانة جعة تدعى ربة سيدوري وتحاول سيدوري بدورها أن تثنيه عن محاولة عبور بحر الموت وتخبره أن أحدا غير الإله شمس لا يمكنه عبور ذلك النهر وتنصحه بأن يتمتع بالحياة طالما أنه لا يزال على قيدها فالموت مقدر من الآلهة على البشر ولا يستطيع أحد أن ينجو من هذا المصير وتقول له أن لا يحاول البحث عن المستحيل وأن يقنع بأن يملأ معدته بأشهى الطعام وأن يبهج نفسه ليلا ونهارا عليك أن تجعل من كل يوم حفلا للابتهاج عليك أن ترقص وتلعب ليلا ونهارا فلترتدي أجمل الثياب وأنظفها فلتغسل رأسك وتستحم في الماء ولتبحث عن امرأة تحبها وتحبك فتمنحها حمايتك وتجعلها تبتهج تحت جناحك فهذا هو الممكن لأبناء البشر ولكن البطل جلجا مش يرفض أن يأخذ بنصيحة سيدوري حاملة جراجها فيتركها ويمضي في طريقه ولدى الشاطئ يلتقي مع أرشانبي الملاحي الذي كان يقود سفينة أوتنا بيشتيم ويأمره أن يعبر به مياه الموت ويحاول أرشانبي بدوره أن ينصحه ويثنيه ثم أمام إصراره يخبره عن الطريقة التي يمكن أن ينجو بها من المياه القاتلة وهي أن يصنع طوفا معينا من خشب الأشجار ينقله إلى وجهته في المرحلة الأخيرة من رحلته تلك المحفوفة بالمخاطر والهلاك وما أن يلتقي جلجا مش مع أوتنا بيشتيم حتى يطلب منه فورا أن يبلغه بسر الخلود وماذا فعل كي ينال هذا الامتياز الفريد فيشرع الشيخ الطاعن في السن أوتنا بيشتيم يقص على مسامع جلجا مش قصة الطوفان وكيف أن الآلهة قررت تدمير البشرية لأنها تصدر ضوضاء مزعجة ولكن أنكى إله المياه الجوفية الذي رأينا صلته باديلمون يحذر أوتنا بيشتيم بما أضمرته الآلهة ويبلغه بأن يبني فلكا بأوصاف ومقاسات معينة وأن يصطحب معه أسرته وحيواناته وعلى حين غرة بدأ الطوفان بالفعل بمياه تسقط من السماء وتنبثق من الأرض ولمدة ستة أيام وليال هبت العاصفة وعلى الموج وفي اليوم السابع أطلق أوتنا بيشتيم حمامة وعصفورا انتباعا ولكنهما عاد إلى الفلك فعلم أنهما لم يعثر على أرض صلبة وبعد ذلك أطلق غرابا فلم يعد فعلم أن الماء قد غاض ورسى الفلك على قمة جبل نيسير في شمال كردستان عندئذ فتح أوتنا بيشتيم نوافذ الفلك وقدم الأضحيات للآلهة وتدخل أنكال داءا للكبير الآلهة طالبا منه أن لا يعاقب كل البشر بخطايا البعض منهم فلا تزير وزيرة وزرى أخرى فوافق أنليل على ذلك وتعهد به ثم دخل أنليل الفلك ولمس أوتنا بيشتيم وزوجته في جبهتيهما وقال منذ الآن سيكون أوتنا بيشتيم خالدا منذ الآن هو وزوجته سيكونان مثل الآلهة ويعيشان هناك بعيدا عند فم الأنهار ولا يذكر النص البابلي كما أسلفنا مكان التقاء جلجامش وأتنا بيشتيم بالتحديد وهو المكان الذي أتخذ مقرا للرجل الخالد واكتفى بأن أشار إليه بعبارة هناك بعيدا عند فم الأنهار ولكن كان واضحا لدى العلماء أن هذا النص البابلية لابد أن يكون كغيره من النصوص البابلية والأشورية التي عثر عليها في مكتبة أشور باني بال منقولا عن نص أقدم عهدا لم يكتشف بعده ومرت أربعون سنة أخرى قبل أن يكتشف هذا النص الأصلي وعندئذ اتضحت العلاقة الوثيقة بين قصة الطوفان وديلمون ففيما بين عامي 1899 و 1900 كانت بعثة أثرية من جامعة بنسلفينيا الأمريكية تجري تنقيبات في نيبور وهي من أشهر المراكز الحضارية القديمة بأسفل بلاد ما بين النهرين وكانت في زمن السومريين وعهد سيرجون الأكادي فيما بعد مركزا لعبادة الإله أنليل كبير الآلهة أو الأول بين الآلهة وهو بالتحديد الإله الذي دبر الطوفان ومنح الخلود لأتنابيشتيم في النهاية وكشفت التنقيبات عن أول زاقورة مدرجة يعثر عليها في بلاد ما بين النهرين والمعروف أنه كان لكل مدينة سومرية زاقورة واحدة فحسب وعثر بأعلى الزاقورة على معبد صغير وفي أسفلها على أطلال المعبد الرئيسي لأنليل وبين هذه الأطلال عثر هيلير يخت رئيس البعثة وكان حجة في الكتابة السومرية على أرشيف المعبد ويحوي حوالي 35 ألف لوح سومري وهي كمية تفوق ما عثر عليه من موجودات في مكتبة الملك الأشوري أشور بانيبال من القرن السابع قبل الميلادي وكانت معظم هذه الألواح مكتوبة بالقلم السومري الذي سبق الكتابة البابلية السامية في بلاد ما بين النهرين ويرجع إلى هذا الاكتشاف الفضل في تحسين معرفة العلماء باللغة السومرية وقد ظل العلماء عاكفين على حل رموز هذا الكنز من الكتابات المسمارية سنين طويلة وفي عام 1914 فكت طلاسم أحد الألواح فإذا به يحتوي على جزء من نص قصة الطوفاني التي سبقت معرفتها من اللوح البابلي ولكن اللوح كان مطموسا في معظمه للأسف فلم يكن سليما منه سوى ثلثه الأسفلي وثم تثغرات في هذا الثلث أيضا غير أن ما تبقى من النص كان كافيا كي يوضح أننا بصدد نفس القصة التي قصها أوتنا بشتيم علاج الجامش فيما عدا أن الراوية في النص السومري يدعى زيوسودرا ولحسن الحظ فإن الجزء الباقي الواضح من النص يحمل معلومات جديدة في غاية الأهمية إذ بينما نجد أن النص الأشورية البابلية لا يحدد مكان إقامة أوتنا بشتيم حيث التقى به جلجامش نجد أن النص السومري يقول وعندئذ زيوسودرا الملكي الذي حفظ أسماء النباتات وبذرة البشرية جعلته الآلهة يعيش في أرض دلمون أرض العبوري المكان الذي تشرق منه الشمس والعبارتان الأخيرتان اللتان تصفان دلمون بأنها أرض العبوري والمكان الذي تشرق منه الشمس تستحقان وقفة تأمل فإن تعبير أرض العبور غير واضح وهي ترجمة حرفية عن الأصل السومري كور بالا وكلمة كور معناها في السومرية أرض أو بلاد أما كلمة بالا فهو اسم فعل مشتق من فعل يعبر ويستخدم بصفة خاصة للدلالة على عبور الأنهار وهذا يذكرنا على الفور بالتعبير الذي ورد في النص البابلي عن مكان إقامة أوتنا بيشتيم هناك بعيدا عند فم الأنهار أما تعبير المكان الذي تشرق منه الشمس فهو لا يقل غموضا وكثيرا ما استخدم كما يقول جيوفري بيبي كحجة لنفي أن دلمون هي البحرين إذ أن البحرين تقع إلى الجنوب من نيبور بينما المكان الذي تشرق منه الشمس لا بد بالضرورة أن يكون في اتجاه الشرقي غير أن هذه الحجة كما يقول بيبي لا تصمد كثيرا إذا عرفنا أن البابليين ومن قبلهم السومريين كانوا يطلقون على الخليج العربي ثلاثة مسميات هي البحر الأسفل والبحر المر وبحر الشمس المشرقة ومن الطبيعي تماما بالنسبة لهم أن يسموا أي مكان فيه بالمكان الذي تشرق منه الشمس وباكتشاف هذا النص اكتسبت دلمون أهمية بالغة لم تكن لها بمقتفي النص الأشوري البابلي إذ أنها أصبحت المكان الذي يعيش فيه خالدا الرجل الذي نجى من الطوفان وإليها لا بد أن يكون قد سعاج الجامش للقاء هذا الرجل ولكن لماذا جعلت الآلهة زي سدرا بالسومرية أو سرخاكيس بالأكادية أو أوتنا بيشتيم بالبابلية والأشورية يعيش في دلمون إن الفلك لم يرس فيها بالتأكيد بل رسح حسب الأسطورة في الجبال الواقعة إلى الشمال من بلاد ما بين النهرين فما الذي أتى به جنوبا إلى دلمون الرد على ذلك واضح وسهل تماما أن الناجية من الطوفان الممنوح حياة خالدة لا بد أن يعيش في أرض الخلود التي لا يعرف فيها موت ولا مرض أي دلم حسب ما عرفنا من أسطورة أنكا وننخورساك زهرة الخلود عثرت البعثة الدنماركية الأثرية برئاسة جيوفري بيبي عند أقصى الطرف الجنوبي لجزيرة المنامة كبرى جزر البحرين على أثار قرية صغيرة تتميز بوجود أكوام كبيرة من المحار الفارغي فيها ثبت أنها جميعا من محارات اللؤلؤ وتفصل المنطقة التي تقع فيها هذه القرية عن صحراء الجنوبية للمنامة سبخة كبيرة يتعذر السير فيها مما يشير إلى أن المنطقة التي عثر فيها على محار اللؤلؤ الفارغي كانت في الأصل جزيرة منفصلة مجاورة للشاطئ ثم حدث الاتصال بينهما لأسباب طبيعية ويري بيوفري بيبي في كتابه البحث عن دلمون أن هذا المكان لا بد أنه كان في الأصل مستعمرة للغواصين القدامى وأنهم كانوا ينشرون فيه صيدهم من المحار حتى يجف في الشمس ويموت الحيوان بداخله ويتفتح المحار فيجمعونه ويبحثون بداخله عن حبات اللؤلؤ الثمينة وهذه طريقة قديمة في صيد اللؤلؤ وهي معروفة في أماكن مختلفة من العالم ولكنها ليست متبعة في الخليج الحديث إذ أن الغواصين العرب في العصور الحديثة كانوا لا يبرحون ظهر مراكبهم وبعد أن يحصلوا على اللؤلؤ يلقون بالمحارات الفارغة في البحر مرة أخرى ولذا فإن هذه المستعمرة لصياد اللؤلؤ لا بد أن تكون أقدم عهدا من الأسلوب المتبع حديثا مما يدل على أن صيد اللؤلؤ في البحرين كان حرفة قديمة جدا وقد تبين لبيبي بالفعل أن هذه المستعمرة يعود زمنها إلى الألف الثالث قبل الميلادي نظرا لتماثيل الفخار الذي عثر عليه فيها مع الفخار الذي عثر عليه في معبد باربار وهكذا يمكن القول باطمئنان أن البحث عن اللؤلؤ كان معروفا في البحرين خلال عصور السومريين والبابليين السحيقة والمعروف أنه وردت في النصوص المسمارية التي عثر عليها في أورين إشارة إلى استراد عين السمكة من دلمون وهو تعبير يفسره العلماء بأنه يعني اللؤلؤ وهذا يذكرنا مرة أخرى بملحمة جلجامش ففي النص البابلي لملحمة جلجامش نرى أنه بعد أن يصل البطل جلجامش في بحثه عن الخلود إلى المكان الذي يعيش فيه أوتنابيشتيم والذي تبين لنا أنه دلمون من النص السومري الناقصي وبعد أن يقص عليه أوتنابيشتيم قصة الطوفان يبلغه بأنه ليس في إمكانه تحقيق الخلود ولكن باستطاعته أن يجد تعويضا جزئيا عن بغيته في زهرة تجديد الشباب فهذه الزهرة يمكنها أن تجدد الشباب ولكن المشكلة تكمن في صعوبة الحصول عليها وفي اللوح الثاني عشر والأخير من الملحمة يسر أوتنابيشتيم لجلجامش بسر زهرة الخلود هذه فيبلغه أنها موجودة في قاع البحر أو ربما على وجه التحديد في المياه العذبة الإبسو الذي تحت سطح الماء المالح وكان على جلجامش كي يصل إليها أن يربط أحجارا في قدميه ويغوص إلى قاع البحر حيث يقطف الزهرة السحرية ثم يتخلص من الأحجار المربوطة بقدميه فيطفو مرة أخرى إلى السطح هذا النص يثير اهتماما خاصا لأن الطريقة التي اتبعها جلجامش للحصول على هذه الزهرة السحرية هي نفس الطريقة التي كان يستخدمها غواص اللؤلؤ المعاصرين أي بربط الأثقال في أقدامهم وعلى ذلك فالشك يكاد يكون معدوما في أن يكون المقصود بزهرة الخلود إنما هو اللؤلؤ ومن المثير أن نلاحظ أن ثمة تقليدا كان شائعا في مصر القديمة يعتبر اللؤلؤ إكسيرا للشباب والحياة الدائمة إذ يقال أن الملكة البطلمية كيليوباترا كانت تشرب اللؤلؤ مذابا في النبيذ لتحافظ على ما تتمتع به من شباب وسحر وجاذبية وهكذا يبدو أن جلجامش قد كفئ في النهاية بما يعوده عن مغامراته الشقة ورحلاته المهولة ففي دلم أرض الخلود عثر على الزهرة السحرية التي تمد العمر وتجدد الشباب وإذا كان الخلود نفسه من حق الآلهة ووقفا عليهم دون غيرهم من بني البشر فإن تجديد الشباب يبدو على الأقل أقصى ما يمكن لإنسان أن يطمح إليه ولكن قصة جلجامش لا تنتهي للأسف بهذه النهاية المنطقية السعيدة فنرى أن جلجامش بعد أن يفعل كل ما أوصاه به أوتنا بيشتيم ويحصل على الزهرة يتردد في أكلها ويقرر أن يستبقيها ويأخذها معه إلى وطنه كي يقتسمها مع كبار أهل مدينته أورك الوركاء حتى يتمتع جميعا بالحياة الشابة المتجددة ولكنه إذ يغفو إلى جانب غدير ليحصل على شيء من الراحة تخرج الحية من ثغرة في الماء وتأكل زهرة الخلود وبذلك تحرم الإنسان من فرصة الشباب الدائم وتحصل هي عليه ألسنا نرى الحية تتخلص من جلدها القديم كلما هرمت وتستبدل به جلدا جديدا وشبابا دائما وهذا يذكرنا مرة أخرى بالعهد القديم حين حرمت الحية الجنس البشرية من فرصة الخلود والشباب الدائم في جنة عدن وكانت سببا في طرد الجنس البشري إلى حيث الشقاء والفناء وهنا تنتهي ملحمة جلجامشة والعبرة فيها واضحة إذا كان الإنسان لا يستطيع حتى أن يقاوم مجرد النوم فكيف به يأمل أن يقاوم الموتى؟ دلمون وأصل السومريين تلخصا لما سبق نقول أن سكان بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا ينظرون إلى دلمون التي ثبت أنها البحرين الحديثة نظرة مقدسة والسومريون بالذات وهم أقدم سناع الحضارة في جنوب الرافدين كانوا يعدون دلمون الجنة أو الفردوس المفقودة حيث يوجد النقاء والطهارة والنظافة وحيث السلام الأبدي يعم المخلوقات جميعا من بشر ووحوش وطيور وحيث لا مرض ولا موت ولا تقدم في العمر فلا حاجة بالغادة أن تستحم لأنها نظيفة دائمنا وكل ما حولها نظيف وطاهر ولا تراق المياه على الأرض في الاستخدامات اليومية المعهودة لأن هذه المياه مقدسة تستخدم في الأغراض المقدسة وحدها كما ثبت من حفائر معبد باربار وهذه المياه العذبة أوجدها أنكى إله المياه الجوفية بطلب من ننخورساك ربة الأرض كي تتحول دلمون إلى جنة وارقة الظلال تكسوها النباتات أو بكلمة واحدة كان السومريون يعتقدون أن الآلهة باركت دلمون ووهبتها المياه العذبة والنباتات والصحة والشباب الخالد ويبدو أن هذا التصور كان له تأثير قوي على فكرة الجنة أو الفردوس في العهد القديم ولذا كان من المنطقي عندما أنقذ أنكاز يوسدرا من الطوفان ومنحه أنليل الخلود أن تجعله الآلهة يعيش في المكان الذي لا يعرف الموت أي في دلمون ولا بد أن يكون جلجامش قد سعى إليها في بحثه عن الخلود متجشما الأهوال والمشقة ومتخطيا عقبات مستحيلة وهناك التقى بالرجل الناجي من الطوفان وسمع منه أسرار الآلهة وقصة الطوفان العظيم الذي دمر البشرية وهناك أيضا غاص جلجامش في أعماق مياه دلمون كي يحصل على زهرة تجديد الحياة أو إكسير الشباب الدائم غير أن الحية عدوة الجنس البشري منذ الأزل تحرمه هذه الفرصة الفريدة كانت هذه هي نظرة السومريين بالذات إلى دلمون كما تقول أساطيرهم صراحة ولكن يبدو أن هذه النظرة قد اهتزت قليلا لدى البابليين وغيرهم من الأقوام السامية التي ورثت ثقافة السومريين وحضارتهم ومنازلهم ودليلنا على ذلك أن الأسطورة السومرية عن أنكا وننخورساك التي تذكر دلمون كأرض مطهرة نقية لا وجود لها أو لما يماثلها في الأدب الأسطوري السامي اللهم فيما عدا تسرب فكر الجنة مجردة إلى الأدب العبراني وغيره من الأداب السامية دون أن تحدد هذه الأداب الجنة بدلمون كما كان يفعل السومريون وهناك دليل آخر على اهتزاز صورة دلمون كأرض مقدسة في نظر البابليين يتمثل في عدم ذكرها صراحة باعتبارها المكان الذي يقيم فيه أوتنا بيشتيم الذي كافأته الآلهة بالخلود لإنقاذ البشرية من الطوفان فالنص البابلي الذي ورد في ملحمة جلجامش يكتفي بالقول بأن الآلهة كافأت أوتنا بيشتيم بالخلود وجعلته يعيش بعيدا هناك عند فم الأنهار ولولا أننا نعلم من شضية سومرية أن جلجامش سعى إلى دلمون بالتحديد للقاء زيوسودرا بطل الطوفان السومري لظل المكان الذي يقيم فيه نظير أوتنا بيشتيم مجهولا ويبدو أن تعامل البابليين والأشوريين الكثيفة مع دلمون في مجال التجارة والرحلات البحرية قد قلل من النظرة المقدسة إلى هذا البلد فالألفة تقلل من مشاعر التقديس والتكريم بل والاحترام بين البشر غير أن هذا التعليل غير كاف لتفسير قداسة دلمون لدى السومريين وقد كان هؤلاء يتعاملون أيضا مع دلمون في شؤون التجارة والملاحة وغير ذلك من مجالات الحياة كما هو ثابت من النصوص السومرية فلماذا لم تقلل هذه العلاقات من نظرتهم التقديسية إلى دلمون ولماذا اختار السومريون دلمون بالذات لينظروا إليها هذه النظرة هذا سؤال لا بد أن يثور في ختام بحث عن مكانة دلمون في الأساطير السومرية خاصة إذا علمنا أن السومريين قوم غرباء أصلا عن المنطقة إنهم بكل تأكيد لا ينتمون إلى الأرومة الجنسية السامية الأساسية في منطقة الشرق الأدنى القديم ولكن تختلف آراء العلماء اختلافا بينا في تحديد أصلهم والمكان الذي جاءوا منه غير أنهم بكل تأكيد أيضا كانوا قوما متحضرين منذ أول مجيئهم فقد أحدثوا قفزة حضارية نوعية بالنسبة لنمط الحضارة الذي كان سائدا في منطقة الرافدين قبل حضورهم ذلك النمط الذي تمثله حضارات ما قبل التاريخ المعروفة في تلك المنطقة إن هناك أدلة لها قيمتها تفيد أن السومريين جاءوا إلى منطقة ما بين النهرين حوالي عام 3300 قبل الميلادي قادمون من دلمون فإن أساطيرهم تذكر أن جدهم الأكبر جاء من دلمون وأنهم نزحوا من هناك بعض طوفان ومن غير الواضح ما إذا كانوا يعتبرون أن دلمون هي موطنهم الأصلي أم أنها كانت محطة على الطريق استقروا فيها مؤقتا قبل نزوحهم الجديد إلى الشمال ومن الثابت أن البحرين كانت بالفعل محطة مهمة تنزل فيها الأقوام المهاجرة إلى الشمال فالكلدانيون جاءوا إلى بابل من المنطقة العربية الشرقية على ساحل الخليج في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد مرورا بديلمون ويقول هيردوت أن الفينيقيين فعلوا نفس الشيء وأن مقابر البحرين الشهيرة فينيقية فليس ما يمنع منطقيا أن يكون السومريون قبل هؤلاء جميعا قد استقروا في دلمون حيث عرفوا الساعة والطمأنينة ورغد العيش قبل أن تستجد ظروف أخرى دفعتهم إلى الهجرة إلى بلاد الرافدين وهذا الاحتمال يفسر دون شك تلك النظرة المقدسة التي ظلوا ينظرونها إلى دلمون فالإنسان يحن إلى موطنه الأولي وينظر إلى طفولته كعصر ذهبي ولا ولن يعود وكذلك الأقوام والجماعات في عقلها الباطن الجماعي تنظر إلى عهدها الأولي مثوى عظام الآباء والأجداد نظرة يملأها التقديس والإكبار وتحلم بأيام هذا الموطني باعتبارها عصرا ذهبيا يختلف عن الواقع المعاشي ومما له دلالة خاصة في هذا الصدد أن بعض الأساطير السومرية تذكر أن أنكا هو صانع الإنسان وأنه فرض أن تكون دلمون هي دار الندوة أو مجمع الآلهة لجميع البلاد السومرية ومن المحتمل أن أنكا كان في الأصل إلها محليا في دلمون قبل أن ينتقل إلى سومر وبعض العلماء يتصورون أن أسطورة أنكا وننخورساك التي تفسر أصل النباتات نشأت أصلا في دلمون ثم انتقلت إلى بلاد ما بين النهرين وهناك شواهد كثيرة على أن السومريين والبابليين تأثر بهم من بعدهم كانوا يعتقدون أنه في فجر الزمن كانت الآلهة تقضي معظم أيامها في دلمون كل ذلك من شأنه أن يعزز الاعتقاد بأن يكون السومريون قد توقفوا في البحرين وأقاموا بها زمنا وهم في طريقهم من موطنهم الأصلي المجهول إلى وادي الرافدين وربما كان هذا الموطن بالتحديد هو أقليم وادي نهر الأندوسي حيث ازدهرت حضارتها رابا وموهان بودارو وفي كل الأحوال كانت الفترة التي قضوها في دلمون كافية لأن تظل حية في ذاكرتهم بمياهها العذبة وأشجارها الوارقة كذكرى جنة قديمة أو فردوس مفقود إن حضارة دلمون المذكورة في ألواح ملحمة جلجامش الشهيرة تتشابه بشكل كبير مع فيديو سابق قمنا برفعه على هذه القناة باسمي أبو الهول يكشف مكان جنة عدن بالدليل تستطيعون البحث عنه داخل السلسلة على القناة وستكتمل عندكم الصورة بإذن الله وستعرفنا أن شمال الخليج العربي حاليا وأسفل العراق وشمال مملكة البحرين الحالية كان هناك بداية الحياة على الأرض ومكان جنة عدن التي سكنها أبونا آدم وأمنا حواء قبل أن يعصي ربهما ويأكلاني من الشجرة وهو ما يتفق بشكل كبير مع موضوع حلقتنا اليوم حضارة دلمون المفقودة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى تستطيعوا متابعة باقي أجزاء الحضارات القديمة المفقودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة